بعد 2014 هبط تماماً المسرح الجماهيري بسبب ضعف الجانب الاقتصادي عند الناس وبدأ هناك عزوف عن الحضور للمسرح وأنا أعتقد الجانب الاقتصادي هو الدرجة الأولى اللي سببت هذا العزوف إضافة إلى أنه في السنتين الأخيرتين أو الثلاث سنوات الأخيرة انتشرت مواقع التواصل والسوشيال ميديا بشكل واسع أكثر من ذي قبل وبدأت برامج جديدة تظهر وبدأت منصات للإنتاج الدرامي تظهر وهناك منافسة شرسة أنا دائماً أقول إذا لم يستطع المسرح أن ينافس السوشيال ميديا فليغلق أبوابه بالنسبة للمسرح الجماهيري لماذا؟ أنا أعتقد أنا ألوم الفنانين أولاً ومن ثم الجمهور لأن الفنانين ضلوا بنفس الكلائشية التي يلوكونها على مدى عشر سنوات كل فنان تعرف مالاته خالب خالب مالته وهذا مو صح لابد للفنان أن يطور نفسه يطور الجانب المهاري عنده كذلك المنتجين لهذه الأعمال لازم أن يطوروها الجمهور يريد أن يستمتع ليس فقط بالنكتة التي تقال على المسرح يستمتع بالشكل بالأداة التمثيلين بالأزياب بالأداة التمثيلي بالمكياج بغيرها بغيرها حقيقة هذه غائبة عن المسرح الجماهيري مما سبب هبوطها والآن توقفه تماماً عن العمل حالياً وتوقف تماماً عن العمل يبقى الأمل بالمسرح التجريبي والجاد العراقي ونافس بشكل ممتاز جداً في كل المهرجانات وكذا المسرح لا يخص الجمهور بشكل عام بالأكس بالأكس نحن نريد من الجمهور أن يحضر لهذا النوع من المسرح والدليل يقدم مجاناً لأنه يرتقي بالجانب الثقافي والجانب الذائق الاجتماعي لكن للأسف مثل ما قلت لك هناك عزوف عن مشاهدة المسرح نحاول هناك محاولات جادة في جذب الجمهور الجماهيري إلى نوع آخر مختلف من المسرح ترجمة نانسي قنقر